موفد كيوان موفد قناة الآلي ومعالو سيد شريف فؤاد المتحدث الإعلام مرحب بيك طبعا مرحب بأساتذة المهندس عدل القياة والأستاذ إبراهيم منيسي وكل مشاهدي مالك وكتابة ومشاهدي شاشة النادي الآلي في كل مكان بالفعل انتهى اجتماع مجلس الإدارة الذي نعقد من الساعة خمسة يمكن خمس ساعات من الحوار ومن الكلام ومن المناقشة إن كمعالو سيد شريف دكتور شريف يعني أكيد هتطلعنا بقى على كل مادار وكل القصص اللي شفناه النهاردة شايفك مجهد اللي ممكن طويل أنا بشكرك يا أحمد شكرا جزيلا وأهلا بك في معقل النادي الآلي في الجزيرة الحقيقة إنه كل أبناء الأهل الآن في حالة إجهاد وفي حالة سباق مع الزمن للانتهاء من لائحة النظام الأساسي دستور النادي الآلي الذي يصنع بأيدي أبناؤه زي ما حضاك تفضلت أولا خليني أوجه التحية زي ما أنت قلت لأساد زيتنا وأخواتنا الكبار لمهان سعد للقياه والأستاذ إبراهيم المنيسي وبرنامجهم المحترم ومشاهدي القناة خاصة فيه تألق في البرنامج فيه الحلقات الأخيرة وحالة رضا كبيرة من جمهور مشاهدي القناة ودايما صوت للنادي الأهلي صوت كبير ومسموع أدخل معك بودون تسخين أطلعنا على كل التفاصيل الحقيقة النهاردة الاجتماع كان مخصص بالأساس لمراجعة واعتماد ما تم تعديله من مواد وبنود خاصة بالأحد النظام الأساسي أنت تعلم أنه تم فتح حوار مجتمع كبير ساهم فيه كل أبناء ورموز النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي وتلقينا ما يزيد عن 3000 مقترح اللجنة المركزية للأيحة تلقت 3000 مقترح تم درستهم بعناية وما كان عليه توافق بشأن تعديل بنود ومواد في اللأيحة تم تعديله كمان النادي الأهلي برئاسة كابتن عمود خطيب قام بزيارة إلى اللجنة الأولمبية ثم استقبل وفد اللجنة الأولمبية برئاسة مهندس شام حطب للتأكيد على أن مواد وبنود اللأيحة تتسق مع المثاق الأولمبي لجنة الصياغة من 48 ساعة الحقيقة بتشتغل دون توقف يعني حاك شفت الناس خرجت من غرفة مجلس الإدارة توجهت من قاعد صالح سليم إلى قاعد فكري أبازة للاستكمال ربما إلى الصباح إن شاء الله من أجل استكمال صياغة اللأيحة في شكلها الأساسي لتنتهي يوم الخميس صباحا تعتمد في مجلس الإدارة اللي جلسته مفتوحة وتستكمل يوم الخميس للانتهاء من هذه اللاحة عشان يكون عندنا إن شاء الله يوم الجمعة الصورة النهائية لمشروع لائحة النادي الأهلي للنظام الأساسي وأحب أطمنك وطمن حياة عضاء النادي الأهلي وكل محب النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي إنه في النهاية وبعد هذا الجهد المشترك وهذا العمل الدقوب سيكون لدينا لائحة نظام أساسي يشار لها بالبنان وفي تقدير إنه كثير من الأنرية ستحزو حزو النادي الأهلي في طريقة إعداد اللائحة وما تضمنته من بنود ومن مكاسب ومن تعظيم لدور الجماعية العمومية الحقيقة إنه اللائحة بتؤكد وبتعظم من دور الجماعية العمومية السلطة المؤسسة وصاحبة القول الفصل في أمور النادي الأهلي وعلى الرغم من ذلك النادي تلقى مقترحات كثيرة من أبنائه في الاقتصاد الدكتور فرق العقدة والأستاذ محمد نجيب وياسين منصور مع حفظ الألقاب ومجموعتهم في مجال الفن والفكر والأدب والأستاذ نبيل حلفاوي عدد آخر في مجال الرياضة الحقيقة حتى بعض أبناء الأهلي اللي بيتفقوا أو يختلفوا مع سياسة مجلس الإدارة كانوا حرصين على المشاركة وتقديم المقترحات وكانوا في منتهى السعادة وأشادوا إشادة بلغة بما تم التوافق عليه خلينا أطمنك أن النادي الأهلي عنده مشروع لقاحة نظام أساسي ولا أروع بعد الانتهاء من الصياغة سيكون هناك اثنين من مصحيح اللغة العربية للتدقيق اللغوي في طبعا نخبة من قامات القانون في مصر بتقوم الآن على الصياغة مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى التصيح اللغوي والتدقيق اللي هيبدأ أيضا في غضون ساعات لننتهي من هذه اللقاحة تم تعديل 31 مد أو تم اعتماد تعديل 31 مد الآن بقى عملية التبويب والتصنيف والتأكيد على هوية النادي ووضعه ومقراته والعضوية وكل ما يتعلق الحقيقة بدلاب العمل في النادي الأهلي وبالدستور الذي يحكمه وباللائحة التي تحكمه طبقا للدستور وقانون الرياضة الجديد والمثاق الإلومبي إن شاء الله أعضاء النادي الأهلي ومصر كلها ستجد عندها مشروع للائحة النظام الأساسي سوف يكون بين يدينا الأسبوع المقبل بإذن الله وسيعلن للأعضاء في المقر النادي المختلفة قبل الانتخابات بثمان أيام علشان يقدروا يقروا ويطمئنوا إلى أنه فعلا هم أسهموا بشكل كبير في إعداد هذه اللائحة وبالتالي أصبحوا مطالبين الآن بالتوجه صوبة معقل الجزيرة النادي الأهلي في الجزيرة للتصويت على هذه اللائحة يوم 28 سبتمبر إن شاء الله والتأكيد على أنه أبناء الأهلي كلهم على قلب الرجل واحد وأنه هلت الأهلي عندما يتعلق الأمر بمستقبل النادي الأهلي فهم أحرص الناس على المشاركة في عملية التصويت واعتماد اللائحة لأنه نادي الأهلي نادي كبير وعضاءه دائما كانوا عنده حسن الظن بيهم والحقيقة أنه كل عضو كان متخوف من حاجة وبما يتسق مع القانون ستبدأ كل مخاوفه في مشروع اللائحة اللي بيتم صياغة النائية خلينا أقولك أنه تاني قرار لمجلس الإدارة النهاردة بعد اعتماد كل هذه التعديلات وصياغتها تم تكليف طبعاً الوزير العمري فاروق العمري نائب رئيس النادي ورئيس المكتب التنفيذي برئاسة بعثة النادي الأهلي إلى غينيا كونكري لتغادر في ساعة مبكرة من صباح غداً إن شاء الله لمباراة ربع النهائي مع نادي هورية الحقيقة وكل الأمنيات الطيبة لفريقنا الأول أن يعود منتصراً ومحاققاً فوز يعني يساعدوا على مباراة القياب أن يؤديها بأريحية مجلس إدارة النادي الأهلي لم يبخل على الفريق الأول لكرة القدم بكل الإمكانات المتاحة من أجل توفير المناخ المناسب لهذه المباراة طائرة خاصة كلفة النادي مبالغ طائلة يعني شيف أو طباخ خاص كل المواد المتعلقة بالتغذية نائب رئيس النادي على رأس البعثة فإن شاء الله يرجع لنا منصورين بإذن الله ومحاققين نتيجة طيبة اتساقاً مع نفس الموضوع وفلسفة إدارة النادي الأهلي بقاتل كابتن محمود الخطيب في إعداد كوادر يعني الحقيقة ومسؤولين من جيل الشباب يتبوأوا الحقيقة يعني الصفوف الأمامية ويتحملوا مسؤولة قائلة النادي الأهلي في السنوات المقبلة تمت الموافقة على صفر تلاتة الحقيقة من خيرة أبناء النادي الأهلي اللي مسؤولين عن قطاعات مهمة فيه وهم كابتن حسام غالي منسق كرة القدم لجنة كرة القدم كابتن محمد فضل مدير إدارة التعاقدات والكابتن أمير توفيق حارس المرمى ومدير التسويق مجلس إدارة وافق على صفرهم جميعاً إلى إسبانيا لحضور مؤتمر دولي مهم جداً من المؤتمرات المهمة خاصة بصناعة كرة القدم وهي حاضر في نخبة كبيرة من صناعة كرة القدم والاستثمار والرياضة في العالم تتعلم يا أحمد أنه أصبحت صناعة كرة القدم هي استثبار أو هي صناعة كبيرة وبالتالي هي علم مهم وله رجاله وله محترفوه وله خبراءه اللي بيسهموا إسهامات كبيرة جداً المفترض أنه المجموعة دي هتطلع على أحدث مواصلة إلي صناعة كرة القدم واختيار أو تطبيق ما يناسبها في النادي الأهلي ما يناسب النادي الأهلي خاصة في أمور تطوير علامته التجارية والرياضية فكلام ده إن شاء الله يعني 24 و25 الشهر الحالي بنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله والعودة مسلحين بكثير من الخبرات اللي تفيد النادي الأهلي في المستقبل يعني دي كانت أبرز الحقيقة الأمور المتعلقة سواء باعتماد بنود الليحة أو نشاط كرة القدم في حاجات كتير طبعاً اعتماد باللاعب الجنوب الأفريقي باكا باكا مهلامي كمان في مجموعة قرارات خاصة بالنشاط الرياضي في عجلة حتى لا أطيل وناخد من وقت ملك وكتابة الموافقة على إقامة معسكر إعداد للفريق الأول لكرة اليد سيدات بقيلة المدير الفني ياسر صلاح بالإسماعيلية في الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر طبعاً السنة دي 2018 استعداداً للبطولة العربية المقرر إقامتها في اسكندرية خلال الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر أيضاً في إطار النشاط الرياضي تمت الموافقة على إعارة اللاعبة إنجي عادل لعبة الفريق الأول سيدات سلة إلى هليوبلس موسم الحالي 2018 إلى 2019 أخيراً بدء نشاط في النادي الأهلي بالجزيرة في المقر لذوي الاحتياجات الخاصة في ألعاب مختلفة زي السباحة زي الكارتاء زي غيرها والحالي أن النادي الأهلي كان سباق في الاستفادة من ذوي القدرات الخاصة وأصحاب التحدي وأصحاب الهمم في مدينة نصر وفي الشيخ زايد والمجلس ارتأى أنه يبدأ نفس النشاط في الجزيرة تلبية كمان لرغبات الأولياء الأمور والأعضاء وده اتساقاً مع برنامج عائلة الأهلي اللي طرحوا الكابتن محمود الخطيب واللي كان من ضمن أحلامه وطموحاته الاستفادة من ذوي القدرات الخاصة وتوفير المناخ المناسب لهم من مرسة الرياض يعني الجلسة مفتوحة تستكمل يوم الخميس إن شاء الله لاعتماد اللايحة في صورتها النهائية لا تكون حاجة عظيمة وتجعل كل أهلاوي يفتخر الحياة بأنه ينتمي إلى هذا النادي العريق قبل أن تطرح للسادة الأعضاء للقراءة الأخيرة والتصويت عليها إن شاء الله شكراً دكتور شريف وهذا المتحدث باسم النادي العلي ومجلس الإدارة يمكن أطلعنا على كل التفاصيل الخاصة والتي النهاردة أجريت في منذ الساعة خمسة عصر اليوم إلى انتهى اليوم لايك الكلمة الزميل العزيز يعني عوز أقول أساتذتي أنا أشبه هل العجزة فعلاً ولكن أكيد اللقب ده يبقى من خلالك هكون سعيد بيه شكراً سيد برامنسي